قتل خمسة مدنيين في مدينة عتق على يد قناصة متمركزين في مباني سكرية في الشارع العام بالمدينة يرجح أنهم عناصر تابعة للعمالقة المدعومة إماراتيا وحولت عناصر تابعة للعمالقة المدعومة من الإمارات أحياء في مدينة عتق إلى ثقونات عسكرية ونشرت في مبانيها قناصة واصطى مناشدات من المواطنين لحمايتهم في سياق متصل قالت مصادر محلية في مدينة عتق إن عناصر تابعة لما تسمى بقوات الدفاع شبوة اختطفت عددا من المواطنين وأشارت المصادر إلى أن العناصر المسلحة تنفذ حملات تفتيش بالهوية وتختطف المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية وظهرت مقاطع مصورة قيام تلك العناصر باختطاف مواطنين في أحد شوارع مدينة عتق هذا وأحرقت القوات الحكومية مدرعة تابعة لعناصر استقدمت من الظالع أمام مبنى السلطة المحلية وسط مدينة عتق وقالت مصادر للمهرية إن الاجتباكات تجددت بشكل متقطع بين القوات الحكومية والميليشيات التابعة للإمارات في محافظة شبوة وضفت أن الاجتباكات تدور في أطراف مدينة عتق واستقصف مدفعي باتجاه المطار ترجمة نانسي قنقر